في هذه القاعة تم تدريب أكثر من خمسين امرأة في دورة تدريبية عن الخياطة تستهدف أسر الضمان والأرامل والمطلقات سعياً لرفع المستوى المعيشي لهم وتمكينهن اقتصادياً بمشروع مستدام تحت مظلة فريق السيب التطوعي بدأنا هذا المشروع اللي هو مشغل الخياطة تقريباً من سنتين ومستهدفين لهن الأرامل والمطلقات وأسر الضمان من بدين المشروع إلى وقتنا الحالي دربنا ما يقارب أكثر من خمسين امرأة استفادت من هذا المشروع بيئة التدريب هذه مكنت المتدربات من تعلم مهارات جديدة في هذه المهنة وقضاء وقت مفيد فيما بينهن فقبل البدء بالخياطة ينبغي معرفة الأدوات اللازمة للعمل واختيار الآلات المناسبة وأخذ القياسات بالطريقة الصحيحة كنت المشغل وتعلمت أشياء وايدة كنت ما عرفة أسوي أي شي حتى الإبرو والخيط ما عكم تعرف لكن الحمد لله لما ييت المشغل عرفت كل شيء الحمد لله فصل حالي وحاولاتي وحال جيران هذا منتقاتي آخر شيء سويت هذا المنتج علمت الخياطة وطريقة القاس والتفصيل وكل شيء اللي يتعلق بالخياطة والحمد لله وساعة نفسي وساعة أهلي وجيراني والحمد لله وكل يخيطه معي وأنا حاليا أدرب الكروشي آلة الخياطة وبالرغم من أنها تعمل على تسهيل عملية الخياطة إلا أن تعلم الخياطة اليدوية أمر ضروري لاجتياز التدريب سواء للهواية أو العمل ذلك لمعرفة أنواع الغرز وطريقة خياطة الملابس الجدير بالذكر أن مشغل الخياطة يستقبل المتدربات من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة السادسة مساء بمنطقة المعبالة الجنوبية بولايات السيب إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط